السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة لسلم زشير في الفيديو ده ان شاء الله نتعلم ازاي اعمل موقع صفحات صفرة مواقع صفحات الصفرة بتبقى عبارة عن مواقع كلها اعلانات بس اعلانات عن شركات بمعنى اصح دليل دليل شركات دليل مطاعم دليل فنادق او اي حاجة انت تحب تعمل لها دليل جوه الموقع بتاعك بشكل عام علشان نعمل موقع بنحتاج حاجتين اول حاجة الاسكريبت الاسكريبت عبارة عن الملفات المبرمجة بالبي اتش بي مثلا اللي انا محتاجها علشان اشغل الويب سايت بتاعي اللي هي ملفات الموقع بالفعل تاني حاجة هحتاج استضافة للموقع بتاعي في الدرس الده ان شاء الله هنتعلم باختصار شديد ازاي اعمل موقع صفحات صفرة او ييلو بيتش اس في الرابط الموجود تحت قطعة الفيديو هيدخلك على الموقع اللي من خلاله هنقدر نحن نتفرج على الاسكريبت ونجربه طبعا الاول وبعد كده ازاي نشتريه وبعد كده ازاي احجز برضو او من خلال رابط عنده العرض كويس جدا عرض استضافة ازاي احجز والاستضافة بتاع الموقع بتاعي اضغط على الرابط الموجود تحت خطة الفيديو هيفتح لك الصفحة اللي انت شايفها قدامك دي دي عبارة عن صفحة الاسكريبت نفسه هننزل تحت بالسكرول لحدة ما هنجي على ديمون علشان نقدر نتفرج على الويبسايت قبل ما نشتريه ونجربه الاول هتضغط على الفرونت اند الرابط الاول الرابط الاول هيفتح لك صفحات الويبسايت نفسه دي اول صفحة من صفحات الموقع هنلاقي اول حاجة عندنا هنا سيرش بوكس علشان الزاير بتاع موقعك يقدر يبحث عن اي حاجة هو عايز يلاقيها زي اسم مطعم مثلا اسم شركة هننزل تحت بالسكرول تاني حاجة الفيتشارد لستنج الفيتشارد لستنج دي طبعا اي حاجة بتدخل عندك على الويبسايت سواء اسم بيانات شركة او بيانات مطعم او بيانات فندق او اي حاجة بتدخل اسمها لستنج الفيتشارد لستنج دي عبارة عن لستنج عادية جدا ولكن مدفوعة الناس بتقدر تسجل على الويبسايت بتاعك بمعنى صاح اصحاب الشركات اصحاب المطاعم بيقدروا يسجلوا على الويبسايت بتاعك ويضيفوا بيانات الشركة بتاعتهم من خلال لحة التحكم الخاصة بيهم بيقدر يخلي الليستنج بتاعه فيتشارد علشان تزعل على هونبيتش يبقى لها صلاحيات اكبر من بقية الليستنج العادية ودي طبعا بيدفع عليها مبلغ معيد يعني صاحب الشركة او صاحب المطاعم اللي بيخلي الليستنج بتاعه فيتشارد بيدفع لك رقم انت بتحدده طبعا بيبقى فيه كنترول بناء خاصة بيك كادمن وكنترول بناء خاصة باصحاب البزنس اللي بيحطوا بيانات شركاتهم عندك انت طبعا بتحدد رقم مثلا 10 دولار طبعا 10 دولار في الشهر علشان الليستنج بتاعة الشركة دي تبقى فيتشارد فبتظهر هنا هنا طبعا بيجيب لك مجموعة شركات فيتشارد بننزل تحت بنلاقي بعد كده بعض الكاتيجوري مثلا كاتيجوري سبورتس ده طبعا بيختار عشوائي يعني انت لما تدخل ممكن تلاقي اول كاتيجوري حاجة تانية خالص بيجيب لك هنا ثلاثة لستنج بشكل عشوائي بينه بعد كده الرو التاني بيبقى عبارة عن ثلاثة اعلانات موجودين تحت الثلاثة لستنج بحيث ان هو يعني هو عملهم بالشكل ده تحديدا بالترتيب ده علشان يبقوا اشبه باللستنج العادي فبيديك احتمالية اكبر ان يستعمل كليك على الاعلانات دي طبعا دي اعلانات جوجل ممكن تحط انت اعلانات جوجل او تحط اي اعلانات تانية انت عايزة بننزل تحت دي طبعا كاتيجوري تاني هو بيجيب لك ثلاثة كاتيجوري بشكل عشوائي وكل كاتيجوري بيجيب منه ثلاثة لستنج دي الصبح الرئيسية نتعرف برضو سريعا على بقيد الموقع هنلاقي عندنا هنا الكاتيجوريز او التصنيفات بتاعتك طبعا انت كادمن في لوحة التحكم بتاعك وده هنعرفها بعد شوية تقدر ان انت تحط كاتيجوريز زي ما انت عايز تهزف وتعدل وتضيف اي كاتيجوري زي ما انت عايز هندخل لمثال مثلا ريسرونس المطاعم هنا بيجيب لك كل الليستنجز الخاصة بالمطاعم بس طبعا اول نتيجة اللي عامل قدامها نجمة دي عبارة عن فيتشورد لستنج قلنا الفيتشورد لستنج الحاجات المدفوعة يعني صاحب الليستنج ده دفع لك 10 دولار في الشهر علشان الاعلام بتاعه يظهر هنا في الاول بعد كده بيجيب لك النتائج العادية اللي هي مش مدفوعة وتحت خالص طبعا لو في اكتر من صفحة بتلاقي هنا الباجينيشن موجود معك عدد الصفحات برضو هنا على اليمين في مساحة اعلانية هنا وهنا جوجل اعلانات جوجل تحت في السبونسورز السبونسورز دي برضو حاجة اعضاء بتوع الموقع ممكن يعمل الشركة بتاعه سبونسور برضو بيدفع رقم انت بتحدده انت كادمن من خلال لوحة التحكم بتاعك بتحط الرقم بتاع الفيتشارد والرقم بتاع السبونسور يعني ممكن تكون 10 دولار علشان تبقى فيتشارد و20 دولار مثلا في الشهر عشان تبقى سبونسور هنا بيجيب لك مجموعة نتائج خاصة بالسبونسورز طيب علشان ندخل على صفحة مفصلة نفترض مثلا هندخل على النتيجة الاولى علشان نتفرج على ازاي الاعلان بيكون موجود بيجيب لك هنا طبعا اول حاجة اللوجو بتاع الشركة اسم الشركة هنا short description كده عن الشركة توصيف مختصر هنا الماب بتاعة الشركة الشركة فانهي مكان بالزبط وبعد كده هنا لو زاير عايز يشوف الرقم التليفوني يكون تكتبيهم او لو عايز يبعت لهم ايميل بيضغف على send email وبينزل تحت بيلاقي هنا تفاصيل اكتر شوية ده description كامل توصيف كامل طبعا كل واحد بيدخل الحاجة الخاصة بالlisting بتاعه فصاحب الليستنج هو اللي بيكتب البيانات دي مش انت كادمن بعد كده في اعلانات ولو صاحب الليستنج عايز يحط صور ممكن يرفع هنا صور وهنا طبعا بيسمح لك بان الناس تقدر تكتب reviews وتقدر تكتب تعليقات على الشركة دي وخدمتها نلاقي برضو الجنب اليمين في اول حاجة هنا اعلانات اعلانات جوجل مثلا بننزل تحت opening hours بتقدر تعرف الشركات دي فتح ايام ايه في الاسبوع ولو الشركات بتقدم خدمات معاينة ممكن تتكتب هنا والطرق الدفع عند الشركات لو شركة بتقبل بالcredit card او بتقبل بالتحويلات البنكية بتقدر تكتب الداتا بتاعتها وتظهر هنا ال parking options لو الشركة او متجر او مطعم مثلا او فندق بيقولك ان انا عندي مكان لل parking ولا لا طبعا كل البيانات دي اللي بيكتبها صاحب الشركة نفسه اللي بيحط اعلانات شركته عندك حاجة تانية ان الموقع المدعم بمجموعة لغات كبتيرة من انجليزي وفرنسي والماني واسباني حوالي 11 لغة تقريبا انت طبعا بتقدر من جوة الوебسايت بتاعك تغير اللغة الاساسية للموقع طبعا لغة الاساسية هنا انجليزي بس انت تقدر تغير اللغة الاساسية للموقع من جوة control panel بتاعك بحيث انك ممكن تخليها مثلا الماني نفس الكلام الزير برضو يقدر يغير لغة الموقع كلها بس طبعا كل زاير بتتغير لغة الموقع ليه هو بس انما انت كادمين لو غيرت لغة الموقع من جوة control panel بتاعك بتتغير على مستوى الموقع كله ده عرض مختصر جدا لصفحات الوебسايت الخاص بيك بتاع الييلو بيتجز هنرجع تاني للموقع بتاعنا علشان نتعرف على الجزء التاني وهو الادمن داشبورد دي عبارة عن لوحة التحكم الخاصة بك انت كصاحب الموقع هتضغط على الرابط اللي قدام كلمة admin داشبورد ده علشان يفتح لك لوحة التحكم الخاصة بيك طبعا هنا بيطلب منك ايميل و باسورد فهنا موجود الاميل بتاعه هنقضي copy والباسورد admin وهنضغط على login كده فتح لنا الادمن داشبورد بتاعتنا هنتعرف عليها سريعا اول حاجة عندك هنا في الاختيارات الداشبورد ده بيجيب لك معلومات سريعة عن الليستنجز الخاصة بالموقع بتاعك اول حاجة هنا بيقول لك هنا 32 active يعني عندك 32 listing موجودة على الويب سايت بتاعك وكلهم active عندك zero bending يعني ما عندكش حاجة تحت المراجعة اثنين rejected يعني عندك اثنين مرفوضين طبعا اي حد بيسجل على الويب سايت بتاعك بيقدر ان هو يحط listing جديدة الليستنج اللي بتضاف على الويب سايت بتاعك ما بتبهش اكتف مباشرة لأ بتجيلك الاول على البندنج لست بتاعك وانت اللي كصاحب موقع بتقدر ان انت توافق عليها او ما توافقش عليها علشان مش اي حد يجي حط اي بيانات جير حقيقية او حاجات خارج نطاق الموضوع بتاعك وتتعرض على الموقع بتاعك فلازم ان موافقتك انت الاول كادمن اد لستنج طبعا انت كادمن تقدر نفسك تحط listing فمن اد لستنج بتقدر تحط هنا الاستنجز الخاصة بيك طبعا هنا بتختار الكاتيجوري الاول بعد كده بتكتب التايتل بتاع listing short description full description وبتختار طبعا الوكيشن بتاعها الولاية المدينة العنوان بتكتب الكلام ده كله وكل البيانات دي بتكتبها زي ما انت شايفها كده قدامك add state طبعا انت بتفتح ويبسايت خاص او بيخدم دولة معينة او مدينة معينة صفحات اليلو بيجز دايما بتبقى محددة قوي في موضوع الخدمات اللي عندي دي بتاعت مين يعني ممكن مثلا تعمل خدمة ييلو بيجز خاصة بدولتك ككل فتكتب هنا المحافظات بتاع دولتك كلها بتكتب هنا اسم المحافظة او اسم ال state وبتضغط على add فبتنزلك هنا المحافظات اللي انت بتخدمها بعد كده add city لو انت عايز تحدد مدين معينة لان ممكن تخلي خدماتك مقتصرة على ولايات معينة ومدين معينة يعني ما تخليهاش مفتوحة بعد كده add category ده لو انت عايز تضيف تصنيف جديد زي ما قلنا مثلا فيه مطاعم فيه فنادق فيه شركات زي ما انت عايز بتكتب هنا اسم الكاتيجري وبتكتب هنا description مختصر عن الكاتيجري بتاعك وهنا بترفع لوجو خاص بالكاتيجري كل الكاتيجري ليه لوجو زي ما احنا شايفين يعني دي list of categories اللي موجودة في system بالفعل shopping مثلا قدامها اللوجو بتاعها العلامة بتاعت shopping او الشعر بتاع shopping بعد كده هنا short description هنا delete لو انت عايز تدلت الكاتيجري ده فمن الصفحة دي بتقدر تضيف category او تدلت كاتيجري من اللي موجود طبعا في demo version هو صاحب السكريبت مش سامح لك طبعا انت هتعمل delete انما في control الحقيقية بناء البتاعتك هتقدر تعمل delete بعد كده edit ads دي عبارة عن الكود بتاع الاعلانات واللي يكن مثلا اعلانات google adsense هنا بتقدر تحط الاعلانات الخاصة بالموقع بتاعك او اللي انت عايز تعريضه على الموقع بتاعك بديك ثلاث نسيحات اعلانية اللي هي 720 في 90 بتحط الكود بتاعها هنا والمربع اللي هو 250 في 250 بتحط الاعلانات او الكود الاعلاني بتاعه هنا و 336 في 280 بتحط الكود بتاعه هنا فبتقدر تحط ثلاث احجام مختلفين من الاعلانات بعد كده active listing دي الليستنج الموجودة عندك بالفعل على الوبسايت بتاعك تقدر ان انت تعملها preview تتفرج عليها او edit تعدل فيها او reject ترفضها البندنج listing هنا بيظهر لك الاعلانات اللي تحت المراجعة او listings اللي تحت المراجعة اي user هيضيف listing جديدة هتجيلك هنا في الصفحة دي الاول مجرد ما انت تراجع عليها هنا في الaction عندك button اسمه approve لو انت عايز تقبل الاعلان ده او reject لو انت عايز ترفضه بعد كده هنا reject listing دي الحاجات اللي انت already رفضتها قبل كده ممكن ترجح في كلامك وتعمل لها approve تضغط على approve او تعمل لها delete فتتدلت خالص من قاعدة البيانات بتاعتك وما تبقاش موجودة خالص بعد كده featured listing featured listing featured listing دي بيعرفك ايه الليستنج اللي عندك featured زي ما قلنا من شوية featured listing ده listing مدفوع صاحب الليستنج دي دفع لك مثلا 10 دولار في الشهر علشان يبقى الليستنج بتاعه featured فمن خلال الصفحة دي بتقدر تشوف listing features اللي عندك كام تحتها ال sponsor listing دي نفس الفكرة برضو بالضبط الليستنج اللي معمول لها sponsor برضو دي عبارة عن listing مدفوع بعد كده reviews بتقدر ان انت تراجع علي reviews لان اي حد بيكتب التعليق بيجي لك في الاخر انت على control panel فتقدر تقبل التعليق ده او ترفضه طبعا العملية مش متسابقة مفتوحة لان ممكن ان واحد يكتب تعليق بألفاز خارجة مثلا فما ينفعش يتنشر على الويب سايت بتاعك فبيجي لك هنا الاول لو عملت approve عليه بيتقبل وبيتنشر لو عملت له reject او delete بيتدلت وما بيظهرش بعد كده السابسكرايبرز السابسكرايبرز هم الناس المشتركين على الويب سايت بتاعك فتقدر ان انت تبعث لهم رسائل دعائية يعني مثلا ان انت اضفت قسم جديد فحابب انك تعرف كل الناس المشاركين على الويب سايت بتاعك ان انت انت دلوقتي بقى عندك قسم جديد او منتج مميز او حاجة خاصة بك انت او رسالة تحذيرية او اي ان كان الرسالة اللي انت عايز تبعثها من هنا تقدر تكتب هنا عنوان الرسالة بتاعتك وهنا المسج نفسها وتقدر على سندفة تتبعت لكل الاعضاء المشتركين عندك على الويب سايت بتاعك اليوزرز دول الناس المشتركين على الويب سايت بتاعك طبعا باب الاشتراك بيبقى مفتوح فاي حد يقدر يعمل اكاونت عندك فتقدر مسلا ان انت تعمل تشوف بيانات اليوزر كاملة طبعا هنا بيعرض لك معلومات مختصرة عن اليوزر الصورة بتاعته واسمه ايميله وتليفونه والستيتاس بتاعه هو اكتف ولا بلوك طبعا تقدر تعمل بلوك لاي يوزر انت مش عايزه عندك على الويب سايت او تقدر تعمله دليت وتشيله خالص لو عملت له بلوك هيبقى موجود ولكن ما يقدرش يعمل اي حاجة لو عملت له دليت هيتحزف بشكل نهائي بعد كده My Profile دي صفحة خاصة ببيانات الأدمنستريتور ببياناتك أنت للويب سايت بيحتاجها زي اسمك مثلا عشان يقدر يخاطب الناس بالاسم ده رقم تليفونك علشان الناس تقدر تتصل عليك من خلال رقم التليفون ده كصاحب الويب سايت والأدرس ده عنوانك أنت أو عنوان صاحب الويب سايت وده الإيميل بتاع صاحب الويب سايت نفسه فتقدر تحط طبعا ببياناتك هنا بعد كده حاجة مهمة جدا سيتينجز اللي أعدادات بتاعت الويب سايت كله أول حاجة هنا بيقولك الويب سايت نيم اسم الموقع بتاعك أكيد موقعك أنت هتعمله اسم معين هنا بتكتب اسمه بعد كده الويب سايت دومين بتحط هنا الرابط بتاع موقعك www.maukaj.com مثلا description لو أنت تحط هنا توصيف خاص بالموقع بتاعك keywords لو أنت عايز تحط هنا كلمات بحسية طبعا description وال keywords دي بتهم محركات البحث لأن الموقع بيضيفها عنده فبيعرف محركات البحث إن أنا ليه علاقة بالكلمات المفتاحية أو keywords دي وده التوصيف بتاعي عشان لما الناس تسيرش على جوجل يبقى لك فرصة في الظهور بتكتب طبعا keywords اللي أنت عايزها كل keyword بينه وبين ال keywords التانية بعد كده هنا بتاعك طبعا السيستم مدعم إنه هو بيقبل استقبال الفلوس عن طريق البيبال قلنا features and sponsors بيدفعوا لك في مقابل إنك أنت تحط إعلاناتهم كfeatured أو sponsor هنا بتحط إيميل البيبال بتاعك اللي أنت عايز تستقبل عليه الفلوس feature amount ده الرقم اللي أنت عايز تخلي الفيتشارد بيه 15 هنا تعني 15$ وأنت طبعا ممكن تغير الكلام ده وتحط الأرقام اللي بتتناسب مع المكان اللي أنت بتقدمه ممكن تقلل ممكن تزاود على حسب البزنس عندك ماشي إزاي هنا بتحط سعر feature item طبعا ده في الشهر يعني 15$ في الشهر بعد كده sponsor amount غالبا ال sponsor بيبقى أعلى شوية من الفيتشارد أعلى شوية 20$ في الشهر latitude ده خاص بالموقع بتاعك ده عبارة عن ده علشان الماب علشان يظهر لك في الماب latitude بتاعت شركتك أو بتاعت مكانك الفون بتحط هنا تليفونك هنا الفاكس رقم الفاكس بتاعك لو عندك ال address ده عنوان صاحب الموقع longitude longitude وال latitude دول اللي بيستخدمهم آآ الخريطة علشان تحدد موقعك فين بالزبط لو انت عارفهم طبعا اكتبهم ويفضل ان انت تكتبهم بشكل مظبوط عشان الخريطة اللي هتظهر على الموقع بتاعك في ال about أو في ال contact آآ تبقى مظبوطة جايبها موقعك بالزبط هنا بتحط طبعا رابط الفيسبوك بتاعك رابط تويتر انستجرام يوتيوب linkedin وبتختار لغة الموقع طبعا احنا قلنا الموقع مدعم بحضاشر لغة هنا بتلاقي الحضاشر لغة بتختار اللغة اللي انت عايز تخلي الموقع بتاعك شغال بها آآ افتراضيا بيبقى الانجليزي انت ممكن تغيره للعربي مثلا أو لأي لغة تانية تمام وبتضغط على save وبعد كده في change password للchange password ده لو انت عايز تغير الباسورد بتاعة الادمن الاميل والباسورد الخاصة بالادمن بتكتب هنا الاميل بتكتب هنا الباسورد دي القديمة الاول وبعد كده الباسورد الجديدة لو انت عايز تخرج خالص بتضغط هنا على الايكون بتاع الوج اوت بيخرجك للصفحة اللوجين الخاصة بالcontrol panel بتاعك وبكده يبقى تعرفنا بشكل مختصر على لوحة التحكم الخاصة بصاحب الموقع او بالadministrator بعد ما خدنا فكرة سريعة عن السكريبت وتعرفنا على front end والadmin dashboard بتاعه هنتعرف دوقتي على حاجة مهمة جدا وهي ازاي احمل السكريبت ده طبعا السكريبت مش مجانة السكريبت بفلوس هنرجع تاني للرابط الخاص بصفحة تحميل السكريبت نفسه زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة هتعمل scroll down و هتنزل تحت لحد ما هتيجي عند pricing من الجزء ده هتقدر ان انت تشتري السكريبت نفسه عندك هنا فرجانين من السكريبت ده هنحن نتعرف سريعا على الفرق ما بينهم حاجة اسمها الapplication license و حاجة اسمها developer license الapplication license ده لو انت هتشتري السكريبت علشان تعمله موقع واحد بس خاص بك انت اه بالنسبة للdeveloper license لو انت هتستخدم السكريبت ده اكتر من مرة فاكتر من موقع يعني هتشتريه مرة واحدة و ممكن تعمل بكذا موقع لو انت فرض هيعمل موقع لنفسه اشتري application license لو انت شركة هتشتري السكريبت ده عشان تعمل كذا موقع لكذا عميل هتشتري developer license طبعا اغلبنا هيبقى فرض واحد هيعمل لنفسه موقع فهيشتري الapplication license لانه هو طبعا ارخص الapplication license بـ 20 دولار تقريبا 19 دولار 9 دولار والdeveloper license بـ 100 دولار تقريبا تمام هضغط هنا على purchase now هختار طبعا الapplication license و هضغط على purchase now هيدخلني على صفحة بيجيب لي هنا طبعا اسم الاسكريبت ثمنه و بنزل تحت بكتب هنا الفون نيم اسمك بالكامل و بكتب هنا الاميل بتاعي طبعا طريقة الدفع المتاحة هنا البيبال بتكتب اسمك بتكتب الاميل بتاع البيبال بتاعك وبتضغط على proceed to check out علشان تتم عملية الدفع 19 دولار 99 سنت مجرد ما عملية الدفع بتتم البيبال بيرجعك تاني لموقع microcode.ws وبتقدر بعد كده تحمل السكريبت وصلنا كده تقريبا لآخر محطة وهي ازاي اشتري استضافة للموقع بتاعي بعد مشتريت السكريبت كده دي مجرد ملفات بيتش بي محتاجة سيرفر ودومين نيم علشان تبقى موقع حقيقي طبعا شركات الاستضافة كتير والخيارات قدامك كتيرة جدا لو انت عندك استضافة فخلاص اشتغل على طول لو انت لسه جديد ومعندكش استضافة تقدر تختار شركة من شركات الاستضافة بس طبعا مش هنقدر نعمل امثلة على شركات كتير فانا اخترت شركة جودادي على سبيل المثال شركة معروفة وكبيرة والى احد ما محترمة انا شخصين بتعمل معها وخصوصا ان في عرض تخفيض كويس جدا حوالي 85% اصلا تخفيض هتلاقي طبعا العرض ده مفاعل برابط موجود تحت قطعة الفيديو هتضغط على الرابط اللي هتلاقيه تحت قطعة الفيديو في التوصيف هيفتح لك الصفحة اللي قدامنا دي دي صفحة عرض خاص يعني لو انت دخلت على www.budady.com على طول مش هتلاقي العرض ده هتلاقيه بس لو دغبت على الرابط اللي تحت ودخلت من خلاله طبعا الاستضافة في الشهر حوالي 8 دولار العرض هنا بيديك تخفيض بيخليها 1 دولار في الشهر وبيديك طبعا دومينيم مجانا عندنا طبعا تلاتة بلانس الايكونومي والديلوكس والاوتيميت الايكونومي هي اللي عليها العرض وهي طبعا لو انت هتعمل موقع واحد بس فالايكونومي تكفيك هضغط على select select هنا هيقول لي اختار الدومينيم بتاعك طبعا يهم جدا ان الدومينيم يكون ليه علاقة بالبزنس اللي انت هتشعل فيه مثلا my yellow pages dot com مثلا وتضغط على go ونشوف هال الدومين ده متاح ولا لا الدومين ده محجوز طبعا احنا على سبيل المثال هنختار اي اسم وخلاص تمام الاسم اللي انا اختارته myelopeges123.com متاح اضغط على add and continue كده انا اخترت الدومين واخترت الباقة بتاعتين الدومين مجانا zero طبعا والplan الهوستنج بتاعتي بدولار في الشهر يعني اتناشر دولار في الشهر التوتل كل اتناشر دولار تمنتاشر سنت طبعا التمنتاشر سنت دي كده بتبقى زي دامجة مثلا ولا حاجة بتيجي هنا واهتضغط على proceed to check out طبعا بيديك هنا خيارين new customers ده لو انت عميل جديد اول مرة تفتح حساب على جودادي returning customers ده لو انت عندك account تقديم على جودادي وهتشتري من خلاله تكتب هنا leasal name طبعا هنتخيل ان انت عميل جديد اول مرة تفتح حساب على جودادي هتيجي تحت new customers وتضغط على continue هنا في الصابحة دي بتبتدي انك انت تكتب بياناتك بالكامل first name اسمك الاول last name اسم الوالد مثلا بعد كده بتختار الدولة اللي انت منها الادرس بتكتب عنوانك ولو عنوانك تقول شوية بتكمل في address to السطر اللي بعديه بعد كده zip code الرقم البليدي بتاعك لو انت عارفه طبعا اكتبه مظبوط لو انت مش عارفه فهو بيبقى رقم مكون من خمس ارقام ده لو انت مصري city هنا بتكتب المدينة ال state بتختار ال state في حالة ان يكون عندك states في البلد اللي انت فيها هنا بعد كده بتكتب الموبايل بتاعك طبعا حنفترض ان انت مصري بتختار مصر الاول ايجيبت طبعا بتبتدي ب بلاس عشرين لو رقمك مثلا بيبتدي بزيرو مية هتكتب مية على طول بعد العشرين وتكمل رقم تليفونك بالكامل بعد كده بتكتب الايميل بتاعك بعد كده اليوزر نيميل اللي انت هتدخل على جدادي منه بعد كده الباسورد البين كود ده بيبقى رقم مكون زي رقم سر كده بتاع ال etm مثلا رقم مكون من اربع ارقام يفضل ان انت تكتب رقم مميز وليكن مثلا سنة ميلادك مثلا وبعد كده بتختار طريقة الدفع عندك الكريديت كارد ده لو انت عندك كريديت كارد عندك بيبال طبعا الطريقتين هم الاشهر ايما بالبيبال او بالكريديت كارد طبعا لو بالكريديت كارد هتكتب هنا في الكارد نمبر 16 رقم بتوع الكريديت كارد بتاعك security code بعد كده ال name on card بتكتب الاسم اللي موجود على الكريديت كارد بالكامل زي ما مكتوب بالزبط بالحرف الواحد expiration date ده عبارة عن تاريخ انتهاء صلاحية الكريديت كارد بتاعك ده برضو بتلاقيها شهر السنة على الكريديت كارد بتختار من هنا الشهر ومن هنا السنة ده لو انت هتدفع بالكريديت كارد لو انت هتدفع بالبيبال مجرد ان انت بتضغط على بيبال وبعد كده continue مجرد ما سحب الفلول سواء من الكريديت كارد او من البيبال بتاعك بيرجعك تاني لصفحة جودادي وبيكون اكتب لك الهوستنج اكاونت بتاعك وحجاز لك الدومين باسمك طبعا علشان ما فيش وقت كفاية في الدرس ان احنا نتكلم على ازاي تفعل حساب جودادي وازاي ترفع الملفات وازاي تعمل قاعدة بيانات انا عامل بليليست مجموعة دروس خاصة بالتعامل مع جودادي تقدر تتفرج على الدروس دي لو انت مش عارف تتعامل هتلاقي برضو رابط البليليست موجود تحت قطعة الفيديو برضو في التوصيف هتتعلم من الفيديو ده ازاي تفعل حسابك حساب الاستضافة اللي انت اشتريت وازاي تربط بالاستضافة نفسها وبعد كده ازاي تدخل على الكنترول بانل السي بانل الخاصة بجودادي وتعمل قاعدة بيانات وترفع الملفات وده الحاجتين اللي انت هتحتاجهم بعد كده نرجع تاني للسكريبت اللي احنا اشتريناه لان محتاج ان احنا نعمل فيه حاجة صغيرة قبل ما نبتدي نرفعه على السيرفر لما تدونلود السكريبت هتلاقيه عبارة عن zip file هنفك الضغط ده السكريبت بتاعنا هتلاقي عندك تلات ملفات هتلاقي عندك تلات حاجات اول حاجة ملف اسمه database.sql ده الملف ده اللي فيه الاتابيز الخاصة بالسكريبت وده طبعا هتدخل على جودادي وتعمل جديدة فاضية وهتعمل امبورت للفايل ده جوة الاتابيز بتاعك الكلام ده ممكن تعرفه من الكورس بتاع شرح جودادي الانستوليشن ده عبارة عن مجموعة خطوات بيعلمك ازاي تعمل انستول للسكريبت ده وموضوع سهل جدا اضغط على الابلود ده الملفات بالفعل بتاعة الاسكريبت نرجع للتعليمات ونشوف الانستوليشن بتقول ايه بقولك اول حاجة عمله بعد كده ابلود الفايلز اسم create new mysql database هتعمل database جديدة هتعمل امبورت للdatabase.sql file to your database هتعمل امبورت للفايل الاسم database.sql للdatابيز الفاضية بتاعك بعد كده هتفتح هتفتح فايل اسم connection.php نرجع تاني هنفتح ملفات الموقع هنلاقي هنا فايل اهو اسم connection.php هنضغط عليه دي محتويات connection تمام طبعا انت لما تعمل database جديدة على control panel بتاعك وده دي بتاعك بيبقى لها username وليها password والdatabase نفسها بيبقى لها اسم بتكتب هنا username بتاع database بتكتب ال password اللي انت عملتها بتكتب هنا اسم database وبعد كده تسايف الفايل ده بعد ما تعمل الحاجات دي بتضغط الفولدر ده وترفعه على السيربر بتاعك وكده يبقى الموقع بتاعك اشتغل فعلا الخطوات دي لو انت مش عارف تعملها لوحدك اتفرج على مجموعة الفيديوهات اللي هتلاقي لها رابط في بلاي لست مع بعضها اللي بتتكلم على ازاي تتعامل مع موقع جدالي اتمنى يكون الدرس عجبكم وفاتكم وياريت تعملوا شير علشان كل اصحابكم يستفيدوا منه ولو تحب يصلك كل درس هنعمله جديد ان شاء الله اضغط على subscribe والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته